السلام عليكم وبركاته. البداية طبعا براحب بيكم يا جماعة. بعتزر جدا جدا على التأخير معلش. آآ صوت وضع كده يا جماعة. طبعا في البداية يا جماعة ان شاء الله عايزين نتفع بس على بعض الحاجات كده. ان شاء الله النهاردة هنخلص الجزء الخاص دي اللي هو السيلز. ان شاء الله الجزء ده بسيط مش هياخد معنا حاجة. آآ تاني حاجة عايزين نتفع على الامتحان. آآ طبعا الامتحان المفترض انها هديك امتحان على الاكاونت اكسل والبيتش تري. فطبعا بعد ما نخلص الجزء بتاع النهاردة هيبقى نقصنا تمرين. التمرين ده اللي هو التمرين النهائي اللي هبدأ آآ الام دي الدنيا كلها اللي انا خدتها في الفترة اللي فترة. تمام? طيب. آآ النهاردة عايزين نحدد الامتحان. بحيس ان يندي فرصة للناس ان هي يتزاكر مرة تانية بتود اقتراجها مرة تانية. فطبعا آآ ان شاء الله احنا كده نقصنا من حضرة النهاردة ونخلص بعد كده هناخده التمرين بتاعنا وليكن ممكن بالكتير قوي يكون في تلات ايام نخلصه ان شاء الله. آآ بعد التمرين ان شاء الله على طول هناخد الامتحان. تمام? فطبعا النهاردة اللي هو النهاردة للحد. وبكرة هيبقى الاربعة. تمام? يعني بكرة هنبدأ في يعني سوري مش بكرة الاربعة. محاضرة الجاية الاربعة. يعني المحاضرة الجاية هنبدأ في التمرين. هياخد معنا كمان يومين. يعني هياخد الاسبوع جاي كله. تمام? فتحبوا ان شاء الله الامتحان يكون الاسبوع اللي بعده على طول. يعني احنا ممكن نعمل كده ايه? نعمل توقفوا ان شاء الله الانهاردة من المشاركة. أهداف احنا مازل. يومي البعر حتنون. يومي البعر حتنى كنات كنظري. يومي البعر حتنون الانهارة من المشاركي. يومي البعر حتنون. اشتركوا في القناة يا ليت بقى يا جماعة كده نشوف البود ده كده عشان من خلاله هنبدأ نحدد ان شاء الله معادل امتحان ان شاء الله يا جماعة اي حب يجيب فرصة في الامتحان بس طبعا اللي مش هيحضر معاه الامتحان يبقى كده يعتبر الامتحان ده عليه معظم درجات الكورس كله تمام فطبعا ده مهم جدا اللي مش هيحضر معاه الامتحان يعتبر كده ما خدش درجات الكورس تمام فطبعا لازم هنهتم بالامتحان ده كويس جدا الامتحان نظام ان شاء الله يبقى اونلاين. هبعت لك الامتحان على الاميل. طبعا هلم منكم من اول اسماءكم اللي نسبج امتحن ويبعتون لي الاميلات اللي هي هبعت لهم عليهم الامتحان بتاعهم وهنفتح كلاب عادي خالص وليكن هيبقى تلات ساعات. وانت في خلال تلات ساعات دولار هاتحل الامتحان هيبقى معUh البيتش تري وهتبعت لي ان شاء الله الحل بتاعك على الايميل بتاعي خلال تلات ساعة. طبعا مش هبصل اي ايميلات جاية لي بعد تلات ساعة ده. انا عايز بقى في نزام كده كأنك بالضبط في اه امتحان في كورس بالضبط. اه ومقيد بوقت معين اه وملتزم بهذا الوقت. فانت لازم تخلص امتحان بتاعك خلال هذا الوقت. تمام? والامتحان ده مهم جدا جدا هو ليحدد ان شاء الله بعد كده الشهدات بتاعك. ان شاء الله. يعني طبعا انا قبل الامتحان هحكيه بقصة كلها وما تقلقش ان شاء الله يا جماعة. بس طبعا انا محتاج بالناس بس انها تزاكرت كويس جدا. لان الامتحان ببقى فيه شوية تركات كده انا بعملها عشان ابين الطالب اللي هو اه المذاكر من ايه من المذاكرش فالس. تمام? فمحتاج مننا مجهود الامتحان شوية. طيب هي مبدئين كده النتيجة ان معظم الناس يعني عايزين نقول اربعة واربعين في المية آآ قالوا الاسبوع اللي 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 بعد بعد القادم. خلاص مش مش كده. يبقى ان شاء الله احنا الاسبوع القادم هنخلص التمرين. آآ هيبقى فيه اسبوع بعد كده هنديه راحة زي ما انطلقته وندخل في الاسبوع اللي بعد علاته. تمام. اللي من اللي هنبعت عليه حاضر لما تقلوش. انا بس اهم حاجة الاول هلم منكم الاسماء بتاعتكم. آآ والايميلات بتاعتكم اللي هبعت عليها الامتحان ان شاء الله. وبعد كده آآ ان شاء الله آآ هنبدأ بقى ان شاء الله نشرح الامتحان هيتكون زي ان شاء الله. طيب. نبدأ بقى ان شاء الله نفرقتها. لأ في نهاية الكورس ان شاء الله هلم الامنات دلوقتي. فطبعا يعني آآ فرصة الناس الغايبة آآ طبعا آآ الناس اللي حضرة تبلغ ناس الغايبة عشان تقولهم على معادل الامتحان ونظام الامتحان. آآ وطبعا انا فتحت فرصة كبيرة هي عشان الناس برضو تبدأ تزاكر واللي اول مرة برضو يبدأ بيزاكر معي من اول مدين. تمام? برضو نقطة كمان عايز اقول عليها آآ ان شاء الله انا النهاردة مش هاعدت كتير. يعني هنخلص بسرعة ان شاء الله. آآ وهدي المحاضرة الجاي يوم اللي اربع الجاي اجازة. تمام? بحيس ان انا عايزك قبل ما تدخل عالتمرين تكون محضر الجزء اللي فات كله اللي هو بتاع البيتش تريد. هتنزل الفيديوهات. تسمعها من قبل بديد تاني. تبدأ تطبق اللي احنا خدناه كله في البيتش تريد. بعد كده هبعط لك التمرين. هنزله ان شاء الله على المنتدى او الجروب. هتضعه ان شاء الله عندك. يعني كل واحد يا جماعة هيعمل دولود للتمرين. وهيطبعه بحيس ان احنا نشتغل منه كطباعة. يعني انا هيبقى التمرين قدامي كورقة كده. وانا بشرح منها ان شاء الله او بحلي منها. تماما عشان بس لسرعة الحل ولسرعة ايه العمل على الجهاز. عشان مش كل شوية اروح فتح التمرين وايه. وفتح فتح البرنامج وهكذا. انا ان شاء الله يعني كله يعني هنزل ان شاء الله التمرين على المنتدى والجروب. وانتوا ان شاء الله تتبعوه بقى. وكل واحدة هيبقى قدامه التمرين واحنا كده بنحل كورقة تبقى ان شاء الله. تمام? في حد عنده اي سؤال في البزء ده? انا لسه ما بتاعت الشرح. الصوت بيقطع يا جماعة. الدعم الصوت بيقطع. اه الاربع اللي جاي يا جايزة ان شاء الله. ياريت بقى الدعم يعني نصق في المنوبة ان شاء الله. ان شاء الله التمرين هنزلله ان شاء الله يعني بكرة يكون نازل على المنتدى والجروب ان شاء الله مع بعض. اه والمطلوب منكم ان انتم طبعا تتبعوه وحتى كده يعني تبدأوا تبصوا فيه كده وايه وتعرفوا فكرة مبدئية عني. عشان تبقى برضو ايه معايا كده وانا باش راح تمرين ان شاء الله. طيب نبدأ بقى الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب ياريت بقى نقفل الشات يا جماعة. الاربع القادم اجازة ان شاء الله. في صوت بس من لسة مشاهرة. طيب ياريت نقفل الشات بقى. ازاي جيبوا محابطة اللي قبل كده هتلاقيها على المنتدى والجروب ياريت الدعم يكتب لها المدرق او بقى. طيب. ها. احنا شغالين على البرنامج الفين وستة وهتلاقيه على الجروب ان شاء الله. او عن المنتدى. بص يا جماعة. طبعا احنا توقفنا المرة اللي فاتت على اه عند الجزء اللي هو بتاعي. طبعا ده الجزء اللي احنا نبدأ بيهن شاء الله. احنا طبعا اخذنا وخدت وخدت بتاعتي وخدت بعد كده ان شاء الله هاخد اخر جزء اللي هو اللي هو المبيعات. تمام? اه طبعا قسم المبيعات هو من اكبر الاقسام اللي موجود عندي في البرنامج. اه قسم المبيعات يا جماعة بيتكون. طبعا اي قسم موجود في البرنامج عندي بيتكون من كلب اقسام. القسم اللي على يمين بيبقى خاص بالريبورتس بتاعتي. والقسم اللي على الشمال بيبقى خاص باضافة الكائل الخاص بهذا القسم. يعني ولياكل انا وسيلزي بقى هضيف. وهي القسم اللي على اللي في النص بيبقى خاص بالدورة المستندية المتبعة فيها عملية البيع. طيب تعال ناخد اول قسم اللي هو من الشمال اللي هو طبعا مدام انت هتعمل عملية تبيع. يبقى المفترض ان انت هتبيع لعملاء. فطبعا العمل اللي دولت لازم تبدأ تسجلهم الاول على البرنامج بتاعك. تعرف البرنامج ان انت بتتعامل مع عملاء عملاء معينين. تمام? فاول خيار عندي لقى ان انا ايه بضيف عملاء. تعالي افتح كده النافزة دي. تمام? فتحت لي النافزة النافزة بتتكون كان اتفع عن اتفقت ان الشريط اللي فوق ده هو شريط آآ ادوات بيساعدني في النافزة دي. اول حاجة بتكون منها شاشة العميل اللي هو حاجة اسمها يعني رقم العميل. طبعا مسجل هنا رقم العميل. تاني حاجة النام اللي هو اسم العميل. وعندي حاجة اسمها يعني عميل مرتقب ده. يعني لو العميل ده انا منتظره يعني لسه ما تعملتش معي ولا منتظر هذا العميل. يبقى بعلم على هذا ايه? بعلم على علامة البروس بيت. عندي بعد كده حاجة اسمها يعني غير نشط. يعني لو ما فيش تعامل بيني وبيني وبين هذا العميل. يعني تم ايقاف التعامل بيني وبين هذا ايه العميل. زي بالزبط زي ما قلت قبل كده لو فيه منتجات والمنتج ده ما بيتمش عليه عملية شراء ولا بيع. فانا بعمله حاجة اسمها يعني ايه غير نشط معي. آآ هلاقي بعد كده في العميل عندي ستة تابات خاصة بالعميل. عندي حاجة اسمها الجنرال. العام اللي هي المعلومات الافتراضية عن الشراء. عندي يعني فترات الدفع اللي هي الافتراضيات بتاعت الدفع اللي هي قلت اللي هي حقول اخرى اضافية والهيستوري تاريخ التعامل بيني وبين هذا العميل. طبعا الجنرال خدناها قبل كده اللي هي المعلومات العامة عن العميل. ده زي طبعا قلت قبل كده اللي هو واصلت الاتصال بيني وبين هذا العميل. سواء من يكون شخص او ممكن يكون رقم. عندي الادرس وهكذا. طبعا كل المعلومات دي شرحناه قبل كده في الجزء بتاع تمام? آآ اللي هيهمني جدا في هنا اللي هو حاجة اسمها اللي هو الرصيد الافتتاحي بتاع هذا العميل. تمام? آآ بعد كده عندي حاجة اسمها اللي هيهمني فيها يا جماعة? حاجة اسمها فاكرين يا جماعة ساعة ما انا كنت في المنتج كنت بحدد اكتر من سعر لهذا العميل. بحدد سوري بق بحدد اكتر من سعر للمنتج. عندي برايس ليفل وان برايس ليفل تو برايس ليفل سري وهكذا. فليه بحدد اكتر من سعر? عشان طبعا انت عندك اكتر من عميل. عندك وليكن عميل عادي وعندك كبير عملة. طبعا العميل اللي عادي هتديله بسعر. وكبير العملة هتديله ايه? بسعر. طبعا عن طريق هنا البرايس ليفل بقى بتحدد السعر اللي هين اللي انت هتعامل به هذا ايه العميل. ودي مهمة جدا جدا جدا. طبعا عندي بعد كده اللي هو حساب اللي هيترحل فيه المبيعات بتاعتك. اللي هو حساب ايه? حساب بتاعك اللي هو حساب المبيعات. تمام? آآ عندي بعد كده دي مهمة جدا. فاكرين يا جماعة المعلومات الافتراضية اللي انا قطع قبل كده ساعة ما كنت بنشق شركة. كان عندي معلومات افتراضية عن وعن وعن فعندي هنا اسمه انا لو معلم عليه معنى كده هستخدم الاعدادات الافتراضية اللي هو حظه لبرنامج. تمام? طب انا عايزة اعمل اعدادات خاصة بي انا. وخاصة بهذا العميل. يبقى هشيل ده. اتنشطت ايه? الاختيارات اللي تحت عندي اول اختيار حاجة اسمها دي وتقبل كده حاجة اسمها معلش انا بسرعة شوية بس عشان آآ المعلومات دي انا وتقبل كده وفي نفس الوقت آآ يعني عايزين برضو ايه آآ يعني خلص النهاردة جزء لحد ما كويس. تمام? عندي حاجة اسمها دي اللي هو الكاش يعني اللي بيكتب كده معي. الدفع النقدي عند تسليل. يعني دفع مقدم. مقدما. يعني الدفع في عدد معين من الايام. طبعا الاختيار ده رقم تلاتة ده بينشط لي اختيارات معه تاني. يعني الاختيار بتاع رقم تلاتة مرتبط معه شوية اختيارات تانية. طيب انت قلت لي هتدفع في عدد معين من الايام. طبع ايه هي الايام دي? بحد طبعا عدد الايام اللي هو المفترض يدفع فيها ولا يكون هي تلاتين يوم. طيب لو هو دفع خلال عشرة ايام ياخد خصم. يبقى لو وتفع خلال عشرة ايام ياخد خصم. الخصم ده بمقدار قد ايه? بمقدار اتنين في المائة. عندي حاجة اسمها يعني حد الاقتمان. حد الاقتمان يعني ايه هو الرصيد اللي ما ينفعش يتعدى العميل ده. وعندي طبعا مع حد الاقتمان عندي شوية رسائل خاصة بيه. عندي حاجة اسمها نو كريدت ليمت. ايه اللي لاحظته? لاحظت ان الكريدت ليمت عندي بقت غير ناشطة. يعني معنى كده ان الراجل ده مالوش حد اقتمان ياخد زي ما هو عايز. تمام? لو انا عملت اللي هي يعني اديني رسالة اما يتعدى حد الاقتمام بتاعه بحيث اوافق ولا ما وافقش. يعني هاي ديني رسالة لو هو مسلا اشتراب باعه عليكم تلاتين آآ بتلات تلافة. هو حد اللي باني بتاعه كام? الفين ونصف. فهاي ديني رسالة يقولي انت عايز تكمل العملية دي ولا ما تكملهاش. تمام? تعال نشوف الخيار اللي بعد. حاجة اسمها يعني على طول نبهني ان حد الاقتمام بتاع هذا العميل بالرقم الفين. عندي الخيار اللي بعده يعني امنعه ان هي يتم العملية دي اما يتعدى حد الاقتمام بتاعه. واخر حاجة اسمها يعني امنعه دائما. حتى لو هو ما اتعدش حد الاقتمام ايه? بتاعه. تمام? دي كانت الحالات الخاصة بالكريدت ايه? عني بعد كده يعني مش هتهمني او لو انا عايز اثبت يعني الاعدادات الخاصة بالتحصيل. ما انت العميل ده طبعا هتحصل به بعد كده. لو انت آآ عايز ان انت مسلا وليكن العميل ده بتحصل منه بسلوب النقدي دائما مسلا. آآ فانت بتشيل دي وتقوله والله انا باخد من العميل ده على طول عن طريق الشيك. او وليكن باخد من العميل ده على طول عن طريق الكاش. طبعا بتحدد الحساب بتاع الكاش او الحساب اللي انت هتحط فيه الفلوس اللي انت هتاخدها من العميل سواء تحطها في الكاش او تحطها في. طبعا لانا نقص يعني انت هتستخدم الاعدادات الافتراضية الخاصة بالايه? بالرسيد. يعني ان شاء الله هناخد حاجة اسمها رسيد يعني المتحصلات النقدية اللي بتحصلها من العميل. فيه جزء بقى خاص بطريقة الدفع ويه والحساب اللي انا هحط فيه القيمة اللي انا خدتها من هذا العميل. تمام? فيه اللي قلتها قبل كده واللي هي الحقول الافتراضية او الحقول الاضافية اللي هي مش موجودة في خانة الجنرال وانا عايز اضيفها في هذا العميل. طبعا ممكن العافية زي ما عايز. وعند الهيستوري اللي هي تاريخ التعامل بيني وبين هذا العميل. تمام? طيب. آآ دي كانت نبزة سريعة جدا عن الجزء الخاص بالكاستمر. تعال بقى نضيف بسرعة جدا. وليكن العميل ده رقم اربعة. هنسميه وليكن مسلا آآ مصلا. ولكن. ولو تعال نسميه وليكن احمد. آآ علي. احمد علي. احمد علي. تمام? وهضيف بتاعتوها سيف العميل الاول. واقوله. طبعا ولا يكن اثبتها في صورة فاتورة. وليكن فاتورة رقمها احسر. وليكن مسلا تاريخ واحد. واحد الفين ومشر. آآ مش هكتفي حاجة. اللي هو الكمية. وده اللي هي مني. آآ سوري الرصيد. وده اللي هي مني جدا. الرصيد اللي هو رصيد اول مدة بالنسبة لهذا العمل. وليكن آآ الفين جنيه. يعني الراجل ده كان عليه الفين جنيه. يعني حساب طبعا الحساب اللي هيطرحل ليه. الرصيد بتاع العميل ده. طبعا اه لو احنا افتكرنا كده اه قد المبيعات. لو انا بعت بيع اجل. تمام? من حساب العملاء الى حساب المبيعات. اللي هو الى حساب السيلز انكم. تمام? فطبعا الحساب المديني في عملية البيع الاجل اللي هو حساب ايه? لو فتحت العالسة هتلاقي ما يختار ايه? كونت رسيبابل. طبعا مجيز سألت سؤال اه في ماجا سجل رصيد افتتاحي بالنسبة له. الحساب اللي كنت بسجله في او ممكن نقول الحساب الدائن في عملية البيع. فكنت برحل لحساب الاكاونت ايه? سوري في عملية الشراء اللي هو برحل ليه. اللي هو ما كان الاكاونت رسيبابل تمام? يبقى في برحل لحساب الاكاونت في برحل لحساب الاكاونت ايه بابل. تمام? بقول له سيب. بقول له. يبقى انا كده سجلت الرصيد الافتاحي الخاص بهذا المواجد. تمام? طيب. بالنسبة لي. سيء بعد اخبرد ايه وسأ زندن اختلاعش جدا للتوكي ما ه الى ليقفحل ل كwell ملاستفيد و برحم المفتاح تعالی إلى جديدا لحساب ايungkin بساعة لا اكتلاعش في على ذلك لمائل ech Intelريات نظر العشاب مكامل بقى ان شاء الله يا جماعة. طيب. بعد كده عندي حاجة اسمها بعد ما خلصت او انتهيت من عندي حاجة اسمها يعني مندوب البيع. لو انا لو انت حبيت تسجل مندوب بيع خاص بالقسم بتاع السلزة بتسجلنا عن طريق هذا الخير. طبعا احنا مش هنترك الجزء ده. ده خاص بشوية بالقسم بتاع عندي بعد كده حاجة اسمها يعني تكوين او انشاء او اضافة مصلحة ضريبية. تمام? انا عندي يا جماعة عشان اقدر اضيف ضريبة او ضريبة المبيعات بسطلة خاصة. بحدد فيها حاجتين. بحدد فيها يعني المصلحة الخضعة لهذه الضريبة. وبحدد كمان فيها يعني رقم الضريبة دي. انت هتدي للضريبة بتاعتك دي كود اللي هي تبع المصلحة المصلحة اللي انت ليس ضعيفها في تعالي نشوف القصة مش هزيه. انا عندي اول حاجة في السلزة تاكس بفتح النافذة دي. يعني هنا كنت مسجل مصلحة ضريبة ام صحة وبدأ انزلين العلمين. طريقة انا نسحة كده انا. مش 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 كده. شركة باعتنا. شركة بفتح النافذة دي بتنقسم لحاجتين. اول حاجة الجدول اللي فوق ده. وهو الجدول اللي بيزهر فيه كل المصالح الضريبية اللي انت اضفتها. تمام? الجزء اللي تحت من خلاله بتقدر تضيف ايه? المصلحة الضريبية بتاعتك. اول حاجة الاي دي بتدي رقم للمصلحة الضريبية وليكن واحد. اسم المصلحة الضريبية وليكن هي اسمها سيلز اه تاكس اه سوري تي مصول. اه سوري تي مصول. وليكن. يعني انت ممكن طبعا هنا عن طريق هذا الخيار بيفتح لك كل العملة كل المواردين اللي عندك في البرنامج فانت ممكن تضيف المصلحة دي كأنها بالزبط وتسجلها او تختار ان هي خضع لهذا ايه? هذا الموارد. هي يعني. تمام? لكن انا ما بجيش جنب الايه? جنب الخيار ده. عندي بقى الخيار المهم جدا حاجة اسمها سيلز يعني الحساب اللي انت هترحل فيه الضريبة دي. طبعا يا جماعة ضريبة المبيعات دي هي ضريبة انت بتضيفها على العميل وبعد كده بتروح دفعها لمصلحة الضريب. فطبعا الفلوس اللي انت حصلتها من العميل دي فلوس مش بتاعتك. دي انت هتوردها لمصلحة الضريب بعد كده. فطبعا تعتبر التزام عليه. فانا بضيفها في الجانب الحصوم اللي هو فعندي الحساب اللي هيترحل ليه الجزء ده اللي هو حاجة اسمها يبقى انا هاختار هنا من العدسة اللي هو حساب ضريبة المبيعات. انتعال ننزل تحت كده. عندي حاجة اسمها اللي هو حساب ضريبة المبيعات. هي حتى مصنفة تحت يعني تمام. نيجي بقى لهم حاجة حاجة اسمها يعني المعدل للضريبة بتاعك. انت بيدفع معدل كامل لهذه الضريبة او لهذه المصلحة. وليكن انا بيدفع عشرة في المينة. لص? فقل له انتو. بانت كده بكل بساطة قدرت تضيف مصلحة ضريبة ايه. قل له سيف. وبعد كده قل له ايه. تمام. طيب. عايز بقى ادي للمصلحة الضريبية دي ادي لها كود. الكود ده هيفيدني في ايه? بحيث والله ما اقول ان الكود رقم واحد او الضريبة رقم واحد دي خاصة بضريبة ايه المبيعات وهكذا. تمام? فانا عندي وليكن هنا طبعا نفس القصة برضو الجزء اللي فوق ده جزء الجدول الخاص بيه الاكواد بتاعت الضريبة كلها. اللي هيزر في الاكواد بتاع الضريبة كلها. وهنا الجزء اللي تحت ده من خلاله بقدر اضيف ضريبة. باضفها اه باضفها ازاي? باضفها عن طريق. انا بكتب هنا رقم واحد. في السلسل تاكس كود. وبعد كده بكتب في الديسكريبشن هنا الوصف بتاعي او اسم الضريبة دي وليكن دي ضريبة السلسل ايه السلسل تاكس اللي هي ضريبة ايه المبيعات. تمام? طيب. هنا بقى عايزة يعني عايزة ايه? عايزة ايه? عايزة اصنف الضريبة دي ان هي يقول ان هي تبع مصلحة الضريبة المبيعات لان انا كنت لسا ضايفها في الايه? في السلسل تاكس اصوريتز. فهقول له ايه? هعلم على الايدي هنا. وهكتب له رقم واحد. مشان اكون تعاطي مصلحة الضريبة المبيعات رقم واحد في السلسل تاكس اصوريتز. اه. واقول له انتر. عمل لي ايه? قال لي اه انت واحد ده اللي هي السلسل تاكس اصوريتي اه والمعدل بتاعها ريت. والحساب الجي ال اكاونت اللي هو حساب السلسل تاكس بيا بولي. اللي واحسب ضريبة المبيعات. مزبوط. وبعد كده اقول له ايه? اقول له. ايه اللي حصل? ظهرت لي هنا في الجدول اللي فوق? ان انا عندي الضريبة اللي اسمها واحد او اللي رقمها واحد. دي اعتبر هي ضريبة ايه? ضريبة مبيعات. وبالمعدل العشرة في المدى. عندي حاجة اخيرة تكسق يعني اه ضريبة الشحن. تمام? اقول الجزء ده. انا هضيف واضيف واضيف حاجة اسمها عشان اقدر اضيف ضريبة لازم باضيف المصلحة اللي انت هتدقى او تروح تدفع لها الضريبة دي وتضيف رقم هذي الضريبة. تمام? تعال بقى يا جماعة كده نشوف بقى الدورة المستندية الخاصة بها عملية البيع. خلوا بالنا يا جماعة ان البرنامج هنا بيتبع دورة مستندية خاصة بها عملية البيع. اول حاجة في هذه الدورة عندي حاجة اسمها سيلز كوتز سيلز كوتز اللي بيكتب كده معي حاجة اسمها عروض اسعار. طيب انت بتعمل عروض اسعار بناء على ايه? بناء على ان انت مسلا المورد او سوري العميل اللي انت هتبعث له عرض الاسعار ده هو بعيت لك من عنده يعني ايه خدناه بليه كده? برشيز من عنده. يعني امر شراء. هو قال لك والله انا عايز اشتري الكميات الفلانية. هي عندك هي عندك عاملة كام? او عندك عاملة اسعار قد ايه? فانت بتبعت له بناء على اللي هو بعته لك بتبعت له ايه? عرض اسعار تناحية تنظيمية. بتقول له والله انا عندي الكميات انت بعدتها دي هتبقى عاملة الاسعار الفلانية بالمبلغ الفلاني والتوتل بتاع الفاتورة او التوتل بتاع الاسعار ده هيبقى الرقم الفلاني. تمام? طيب. هو لو وافق على آآ عرض الاسعار ده آآ واقتنع بيبي بعت لك يقول لك والله انا موافق على هذه الكميات وبعت لي الكميات اللي موجودة في عرض الاسعار بعد كده انت بتعمل حاجة بقى اسمها بتدي امر بيع امر بيع اننا والله انا عايز يا مخزن انا عايز والله الكميات دي متاحة ولا مش متاح تمام بعد كده بتعمل بقى يعني يعني الفاتورة المبيعات وهي دي المرحلة اللي بتؤثر على الحسابات بتاعتك معنا انت بتعمل فاتورة مبيعات يعني البضاعة خرجت بالفعل من من المخيز اللي راحت ليه العميل لكن سواء عملت او عملت ده لا يؤثر بالحسابات بالمرة ولكن دي ناحية تنظيمية عشان انت بتتمع اسلوب معين في الدورة المسندية بتاعتك تمام بعد كده عندي حاجة اسمها يعني مرضودات المبيعات لو العميل ولا حاجة رد لك بضاعة تانية فانت بتثبتها عشان ايه المخازن آآ وعندي بعد كده حاجة اسمها طبعا يعني المتحصلات النقدية طبعا دي بقى اما العميل بيجي يسدد الفلوس اللي عليه فانت بتثبتها عن طريق حاجة اسمها اللي هو الاصل النقدي منه تمام جيب كل بساطة الدورة المستندية المتبعة في البرنامج تمام طيب تعالا بقى احنا نبدأ بقى آآ طبعا هضيف عميل بس بسرعة كده عشان انا ما ضفتش عميل قبل كده في الشركة القبيلة تمام تعال ضيف هنا واحد قليكن العميل ده اسمه احمد كامل وهضيفه بجنين البلانسة لس هنيبدأ ضيفة واحد واحد فينا ضيفة كل عميل وانت كان بقى فينا تمام طبعا بقى نشوف كده شكله عمل ازاي؟ استاذ الكوتس يا جماعة زي ما انتم شايفين كده هو عروض اسعار طبعا انت اول حاجة بتحدد العميل اللي انت هتبعاث له عرض الاسعار ده وليكن العميل اللي هو اسمه احمد كامل فطبعا بتظهر المعلومات الخاصة بهذا العميل بعد كده عندي حاجة اسمها الديت اللي هو تاريخ تحرير عرض الاسعار التاريخ قلت قبل كده التاريخ الامسل في تنفيذ عرض الاسعار ودي مهمة جدا بقى دي مهمة جدا ان هو رقم عرض الاسعار ده تمام وليكن هتدي له رقم اتناشن عندي بقى في الجدول اللي تحت ده هو الجدول اللي انت بتحدد فيه الكميات الكميات آآ المطلوبة بناءا على البيئو حتى هو كتب لك لو انت لاحظت كده في الجزء اللي فوق ده يعني رقم امر الشراء بتاع العميل اللي انت آآ بناءا عليه عملت ايه عملت عرض الاسعار ده وانت بتكتبه وليكن ده تمام طبعا دي طبعا الشيء ببايع يعني الطريقة اللي انت هتودي بها البضاعة للعميل وطبعا دي الترمز وليكن اللي هي فترات الدفع اللي انت لايه هو دفع خلال هيدفع خلال تلاتين يوم ولا هو اه اه دفع خلال عشر ايام هياخد خصم المجدور اتنين في المية ودي يعني اللي هو مندوب البيع اللي هو بيتعامل مع هذا العميل وده حساب الايه حساب اللي هو اللي بيترحل ليه حساب فيه اللي بيسمع فيه حساب ايه العمل على طول تمام طيب مهمة بقى مهمة جدا بقى الجدول اللي تحت ده اللي هو الجدول اللي بسجل فيه الكميات بتاعتي اللي موجودة فيها عرض الاسعار طبعا يمكن الجدول ده مش غريبة عليكم شوية اخدناه قبل كده في الجزء بتاع عندي حاجة اسمها اللي هي الكمية الكمية وعندي بعد كده حاجة اسمها اللي هو العنصر او المنتج اللي انت هتظهره فيه عرض الاسعار بناءا على اللي هو بعته طبعا بيكتب الواحدة وبناء على الحساب اللي اللي بيترحل ليه المنتج ده اللي هو حساب المخزون اللي هو سعر البيع طبعا انا كنتم حدد قبل كده سعرين لي المنتج سعر بيع وسعر شراء هنا هيدرف سعر البيع لان طبعا انت هتبيع للعمين لكن في المشتريات كان بيدرف في سعر الشراء لانت كنت بتشتري من موارد طبعا ضريبة اللي هو هل هزا المنتج بيحضر لضريبة ولا لا والأمونت اللي هي الكمية ناتج ضرب الكوانت في والجوب ده مركز تكلفة طيب الكوانت تبقى تعالى من قنولة ليكن مسلا انا عايز اه هبيع مسلا وليكن الكيسة ده اه عشر كميات منها وليكن يعني فاول ما تقول لها عشر كميات من الكيسة قال لي ايه قال لي انت ضرب لك عشرة في اليونت برايس اللي هي التمنمية فقال لك والله الفترة دي عاملة تلت تليم طيب تعال نضيف منتج تاني وليكن عشرة برضو بس هتكون ايه وليكن تمام فقال لي والله المنيتورك عشرة فيه تلتمية عامل تلات تلافي يبقى لو انت لاحظت تحت كده من تحت اتلاقي حاجة اسمها يعني اجمالي عرض الاسعار ده عامل كام عامل حداشر الف جنيه فاكرين بقى السلزة اللي هي الضريبة لو فتحت العدسة وليكن انا عايز احسير له ضريبة على المبيعات دي وليكن ظهر لي ايه يا جماعة ظهر لي السلزة اللي انا كنت ضايفها في الايه في السلزة كود اللي هي رقم واحد تعالى بقى نشوف نختارها كده وانشوف كده يحصل فعمل لي ايه قال لي انت كنت حاسب بتاع عشرة في المية فضرب لي عشرة في المية في التوتل اللي كان قابل كده اللي هو كان حداشر الف قال لي هتبقى عاملة الف وايه الف ومية وجمع لي الالف ومية على الحداشر الف قال لي انت الفطورة يبقى عندك عاملة بتنشر الف ايه ومية الفريت قلتها قبل كده لو مصاريف شحن ولا حاجة وليكن هو دفع مصاريف شحن مية جنيه يبقى الفطورة او اجمالي عرض الاسعار طبعا هو لسه ما دفعش حاجة وليكن هو يدفع مية جنيه مصاريف شحن بتاعتي حسبتها كده بس انا وليكن آآ يبقى آآ اجمالي عرض الاسعار ده يبقى عامل الف اتنشر الف ومية ده بكل بساطة وسهل خالص الجزء بتاع الكود او عرض الاسعار تمام طيب نفترض ان العميل ارتضى بعمل هزا الامر وايوافق على طع craw إلا هذا صعار ده وهو عايز بقى يعمل عملية مبيعات بالفعل وعايز هو طبعا العميل عايز يعمل عملية المشتريات عايز يشير في الى الفعال مني بضاع وانا هعمل لهم عمليك مبيعات تمام فانا عندي اآ طبعا المفترض انا حول الكود ده ليه او اعمل امر مبيعات سيلز اوردر ان انا والله عايز ايه هبيع البضاع الفلاني ده فانا طبعا بدل ما اروح اعمل امر مبيعات تاني او سيلز تاني فبقى بحول بقى الكود ده بعمل عملية تحويل للكود آآ الكود اللي انا عملته ده لعرض الاسعار ده بحوله لسيلز بحوله ازاي? عن طريق حاجة اسمها كونفيرت كونفيرت يعني تحويل حول هنا بيقول لي كونفيرت زيس كود تو آآ عندي حاجة اسمها سيلز يعني ممكن احوله لسيلز يعني الفاترات مبيعات مباشرة لأنا عايز احوله حاجة اسمها لأمر شراء ودي امر الشراء وليكن ده هيظهر هناك في امر الشراء وليكن خمستاشر طبعا المفترض انت عندك ضف طبعا دافاتر شغلت وفيها سيريال وبتمشي السيريال اللي موجود في الدافاتر مع السيريال اللي موجود في البرنين تمام? بعد كده هقول له هنا ايه اوكي? تمام يا جماعة? طيب ايه اللي حصل? طبعا لو انا كده اكدورت على الكودس ان انا كنت عامل من شوية مش لقيه خالص اختفى. انا نروح فين? طب تعال بقى نقفل المنافذة دي كده. ونفتح اللي هو عرض الاسعار بتاعتي. وندوس على السهم الاخضر ده في الشمال. اه لقيت ايه يا جماعة? المفاجأة اللي انا لقيت الكودس اللي انا كنت عاملوا من شوية اتحول بناءا على امر اللي انا ايه اللي انا عملته. يبقى انا كده خاص بتاعي جاهز اه وممكن طبعا ازبط فيه اي حاجة او او اضيف فيه اي حاجة بناء طبعا على الكمية اللي عايزة ايه العميل. تمام? وقال يكن انا خلاص ارتضيت بهزا وعايز بقى ابدأ اثبت خروج البضاعة من المخازن ووصلها الى العميل. فطبعا اه دي هعملها عن طريق حاجة اسمها. تمام? اللي هي فطورة المبيعات بتاعتك. طبعا اول حاجة في ان انت بتختار العميل بتاعك. ده شيء مبدئي. وليكن افتح العدسة واقول له العميل احمد كامل. اول ما اخترت العميل احمد كامل. قال لك احمد كامل ده اه كان واخد او انت كنت عمله اه قبل كده. طبعا انا قلت قبل كده الفاتورة دي بتبقى معتمدة على حاجتين. لاما تكون معتمدة على انت كنت عامله قبل كده لهذا العميل. لاما انت هتعمل فاتورة مستقلة مش معتمدة على تمام? فطبعا الاخيار رقم واحد بيفتح لي بيقول يختار السلز اردر اللي انت كنت عامله قبل كده لهذا العميل. تمام? فبقتل هنا وليكن خمستاشر. وليكن خمستاشر. تمام? آآ طبعا ظهر لي المنتجات والكميات والاسعار اللي كانت واردة في بتاعي. طبعا ما نساش بس ادي رقم للفاتورة دي وليكن واحد واحد واحد. فظهر لي قال لي انت كنت آآ كان طالب هو منك آآ ريماينج ايه? عشر كميات من الكيسة وكان طالب عشر كميات من المنتج. طيب عندي بقى عمود زهر جديد اسمه تشبد. تشبد يعني الكميات اللي اتشحنت بالفعل ووصلت لي العميل. هو وصل له كام من الكميات دي. وليكن في الكيسة وصل له تسعة. وفي الشاشة وصل له تمانية. فهو عمال لي ايه? ضرب لي الآآ ضرب لي اللي هي التسعة في اليونت برايس تمومية طلع لي ايه الناتج بتاع الايه? آآ الناتج اللي هو بتاع آآ الكيسة كلها. عاملة التسعة كميات بتاع الكيسة عاملة المبلغ الفلاني اللي هو الاماونت ده. تمام? فطبعا هنا آآ عندي كمان برضو حسب له هو ضريبة المبيعات اللي انا كنتم اختارها. قبل كده اللي هو على اجمال الفاتورة وضافها على اجمال الفاتورة. فا اجمال الفاتورة عندي عملت حاجة اسمها عشر تلاف خمسمية وستين. تمام? طيب. عندي بقى حاجة اسمها اللي هي مصاريف الشحن والي اكون هو دفع مين جنيه. فزواد لي التوتل بتاع الفاتورة بتاع. تمام? طيب. تعال بقى نشوف الجزء الخير ده يعني ايه? يعني القيمة اللي العميل دفعها اثناء عملية البعدي. تمام? هل هو دفع فلوس ولا ما دفعش فلوس? تمام? طب لو الراجل ده وليكن دفع مؤدم عند عملية البعدي. يبقى ودوس على السهم الصغنون ده. تمام? فانت بتحدد ديبوسيت وليكن. الاي دي بتدي له اي دي وليكن عشرين. الرفرنس رقم العملية دي او رقم القيد. طبعا انت هده دلوقتي انك عملت القيد بالضبط. القيد ان انت هتحصل فلوس. يعني من حساب الصندوق لحساب العميل. وليكن هنا قيد رقم واحد. اما انت رقم الايصال ده وليكن اا اا عشرين. اثنين وعشرين مسؤولة. طبعا هو كتابي هنا دي. اا والنين بتاع احمد كامل. ايه انت هتعمل هتعمل وصل لأحمد كامل او هتحصل فلوس من احمد كامل. يعني طريقة تدافع تفع عن طريق ايه. وليكن الراجل دة دفع عن طريق الكاش. تمام? آآ وطبعا انت هتحط الحساب او الفلوس بتاع تك في حساب ايه. وليكن برضى هتحطها في حساب الكاش انهم. تمام? بقول له اوكي. طبعا آآ نسيت اهم نقطة. الرسيد اممونت القيمة اللي هو دفعها. الفلوس اللي هو دفعها. لايك حاجة اسمها رسيد اممونت هنا. القيمة اللي هو دفعه. وليكن هقول له هو الراجل ده دفعه مؤدم وليكن الف جنيه. اقول له اكبر. ايه اللحظ يا جماعة? قال لي والله انت اجمال الفطورة كان عندك عامل عشر تلاف ستمائة وستين. تمام? وبعد كده انت راح راح هو دفع لك مؤدم وليكن الف جنيه. فطبعا دلوقتي النت ديو يعني صاف الفطورة دلوقتي عامل كان تسعة تلاف ستمائة وستين. وده الرصيد اللي اترحل لحساب العملة الخاص باحمد كامل. وده سمع بالفعل في الحسابات بتاعة العملة. وسمع كمان في المزانية النهائية بتاعتي. تمام? ده بكل بساطة بتاع نسايف بقى الفطورة دي. ده كان بكل بساطة. طبعا زهر دي الرسالة يا جماعة دي. وخلي بالكم بقى. بيقول لي زي كزا كزا كزا. يعني بيقول لي انت الرصيد بتاع العملة ده هيزيد بالمقدار كزا. او تعدى حد الاقتمام بتاعه. فانت عايز تعمله عملية يعني تكمل العملية دي ولا لأ? فاكريني بتاعت اللي انا كنت مختارها للعميل. فانبهني برسالة الاول. بس الرسالة تسمح ان انا ممكن اوافق على العملية دي او ارفض العملية دي. تمام? اقول ليس. انا موافق ان هي اتعدى حد الاقتمام. مش مش. كده بالفعل اثبت ان انا عندي فاتورة. مبيعات. والفاتورة دي تم ترحيلها للحسابات بالفعل. ده كان بكل بساطة.